وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 698 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت ألفا واثنين من الأطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 147 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي فتم ضبط 804 من الأطنان وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع فتم ضبط 51 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 924 قضية من بينها 297 قضية خبز ناقص الوزن و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر